طيب دكتور محمد خلينا نبدأ بأمانة الكلمة وهي دية أعتقد أنها أهم أمانة يعني حتى أهم من أمانة المال أيضا الصدق بقى والأمور ديت نقول إن اللسانة يزرع بقوله في الدنيا الحسنات والسيئات ثم هو يحصد يوم القيامة ما زرعه إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا وصدق الله العظيم إذ يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وتنادي الأعضاء على اللسان ثم يقولون يا لسان إن استقمت استقمنا وإن يعوججت اعوججنا إن كل كلمة تخرج من فم الإنسان فهي أمانة وسوف يسأل العبد أمام الله جل وعلا يوم القيامة إذا وقف أمام محكمة قاضيها الله لا تقبل الرشوة ولا تقبل الاستئناف للأحكام لأن قاضيها هو الواحد الديان عنوانها لا ظلم اليوم إن الله سادع العساب قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد قال تعالى في سورة الإنفطار وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن أكثر المشاكل الآن بين الأسر والأرحام والزملاء والأصدقاء في القرى والمدن وحالة الطلاق الرهيبة أصلها في اللسان أصلها بكلمة فبكلمة واحدة يدخل المرء في دين الله وبكلمة واحدة يخرج المرء من دين الله وبكلمة واحدة تكتب عند الله من الصادقين وبكلمة تكتب عند الله من الكاذبين وبكلمة تبني لك قصرا وبيتا في الجنة وبكلمة تبني لك بيتا في النار وبكلمة واحدة يرضى الله عنك وبكلمة واحدة يسخط الله جل وعلا عنك وبكلمة واحدة تكتب عند الله من الصادقين وبكلمة واحدة تكتب عند الله من الكاذبين بكلمة واحدة بتصر حزين وبكلمة تحزن سعيد بكلمة بتكبر الخاطر وبكلمة بتكسر الخاطر والإنسان ما هو إلا كلمة فالكلمة أمانة لا تصخر من أحد من عباد الله قال جل وعلا في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإمام ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أختم هذا العنصر العظيم أنه من أراد أن يموت على الشهادة عند فراش الموت فليحفظ لسانه في الدنيا من حفظ لسانه في الدنيا أكرمه الله بالشهادة عند الموت هكذا قال ابن الرجل الحنبلي رضي الله عنه ومن يعني تبعثر بلسانه وأخطأ وفعل وفعل حرم من الشهادة يعني حرم من قول لا إله إلا الله عند الموت فالكلمة أمانة فحري بكم جميعا يا من تسمعون الآن أن تراقبوا الله جل وعلا في ألفاظكم وأن تعلموا تمام العلم أن اللفظة الوحيدة التي تنطقها إما ترفعك عند الله إن العبد ليتكلم بالكلمة ربنا يقول وكل للناس حسنة وكل عباد يا كلتي أحسن إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا إلا رفعه الله بها درجات درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من صخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار سبعين خريفا فالكلمة أمانة